تفقدت وزيرة الثقافة نيفيني الكيلاني مبنى دار الكتب والوفائق القومية وبالكورنيش النيل والتي شملت قاعات البحث والاطلاع ومعمل المسح الرقمي ومركز ترميم وصيانة الوفائق وعددا من الأقسام المختلفة ووجهت الوزيرة بضرورة وضع خطة عاجلة للترميم ورفع كفاءة عدد من الأقسام التي تحتاج إلى التطوير والتحديث والاهتمام برفع كفاءة منظومة التأمين والإنذار المبكر بالإضافة إلى الحرص على مراجعة تلك العنظمة بشكل دوري وتحديثها باستخدام تكنولوجيا التصوير المتطورة عالية الدقة كما وجهت وزيرة الثقافة بالتوسع في رقمنة الوفائق وحفظها بشكل يناسب أحدث وسائل الأرشفة العالمية لتقديم خدمة مميزة للبحثين